اهلا بكم في النشرة الرياضية تقام مساء اليوم مبارتين نصف النهائي ببطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة التاسعة لكرة القدم حيث يلتقي في المباراة الاولى عند ساعة التاسعة مساء فريق فيكتوريوس مع نظيره الفخار وذلك على استادي مدينة خليفة الرياضية تليها مباشرة مواجهة فريق الزلزال مع فريق جانرز يونايتد وإلى أوروبا اقتتمت يوم أمس منافسات الدور الثاني لبطولة وزير الداخلية المفتوحة السادسة للتنس وذلك بتأهل ثمانية لعابين للدور بالنهائي من البطولة التي تقام بتنظيم من الاتحاد الرياضي للأمن العام بالتعاون مع نادي الضباط الأمن العام وقد شهدت البطولة منافسات قوية ومستويات كبيرة تمكن من خلالها كل من عبد الكريم عبد الرضا ومحمود نادر من وضع اسميهما بين مجموعة من المحترفين الدوليين في الدولة الربع النهائي وليس تقام مبارياته مساء اليوم وساء غدنا الأحد على ملاعب نادي الضباط الأمن العام بالقضي في كاع طبعا أنطر الفائز من مباراة محمد مباراة اللاعب العماني واللاعب البحريني وبهات المباراة رح تكون صعبة بلا شك يعني من اللي بيفوز منهم هازم أكون جاهز وأظهر بمستوى جيد فإن شاء الله أكون بحسن مستوى جيد بكرا إن شاء الله أحب أشكر للوزارة الداخلية ومعالي وزير الداخلية على تنظيمة لهذه البطولات هذه هذه البطولات دافع لإخوان أو بناء اللاعبين الخليجيين والعرب وإن شاء الله نكون في حسن في مستوى يرضي المشاهدين والمحبين اللعبة البحرين